السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي ومتابعين الكرام يارب تكونوا بخير اليوم ده جبت لكم فيديو جميل جدا عن الصلاة النارية ما هي وما فوائد قراءتها الصلاة النارية هي صيغة ألهم بها بعد أهل الله وتلقيناها عن مشايخنا سميت بالصلاة النارية لأنها إذا قرأت لتحصيل أمر من الأمور فإن سرعة تحقيق هذا الأمر يحدث بسبب قراءتها بسرعة رهيبة بإذن الله وبفضل وتكرما منهم وتكون كالنار في الهاشيم فورا في الحال يعني أصدهم زي ما النار بتولع بسرعة في الزرعة أو في أي حاجة الحاجة دي بتتحقق الي بنتطلبها بعد قراءة الصلاة النارية بهذه الطريقة ويقول علمانا إنها عندما تقال في مجلس واحد متصلة يكون تأثرها في غاية القوة وكان مشايخنا يقولون إنها تكون حينئذ كالنور المجمع وعندما تقال متفرقة تأتي أثرها ولكن تكون كالأنوار المتفرقة تكون قوية ولكن ليس كقوة إذا قيلت متصلة أو في أوقات متصلة كما أن الصلاة والسلام على سيدنا محمد إذ أنه يفضل مستهل الدعاء بالصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد هي طاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى ودليل قوة إيمان بالمولى سبحانه وتعالى اعتراف بنبوة النبي محمد لله عليه الصلاة والسلام وإنه خاتم المرسلين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تام على حبيبنا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وصيغة الصلاة الكاملة هي اللهم صلي الصلاة الكاملة وسلم السلام التام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل بالصلاة عليه العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين وبكده أعرفتكم ما هي فوائد الصلاة النارية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض أقوال المشايخ وأولياء الله الصلاحين اللي كتبوها وتكلموا عنها وفوائدها في استجابة الدعاء وفي تيسير الأمور وفي حسن الخواتيم يعني يكون إن شاء الله ربنا يحسن ختمنا جميعاً وكل من يقرأها بأعداد كبيرة بيكون أفضل وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر